25 يناير بدأت انتفاضة شعبية كانت موجودة احتجاجا على كثير من الأخطاء السياسية التي كانت موجودة وأهمها بالتحديد غموض المستقبل السياسي بالنسبة لمصر ما بعد مبارك وما اكتنفه من أقاويل كثيرة تتعلق بأن هناك احتمال لتوريس الحكم واقترن بهذه الانتفاضة الشعبية مؤامرة دولية كانت موجودة تشاركت فيها قوة دولية وقوة إقليمية أيضا كان المقصود بها الهدف الأساسي بها تقويت كيان الدولة الوطنية المصرية فبدأت هذا وجود المؤامرة لا يلغي الانتفاضة الثورية ووجود الانتفاضة الثورية لا يلغي وجود المؤامرة ومن ينظر بشكل موضوعي لما حدث سوف يعترف بوجود الحالتين معا في نفس التوقيت يا حضرتك تتفق مع أستاذ ماجدي أنه يناير كانت مؤامرة لا مقدرش أقول إنها كلها كانت مؤامرة كان في جزء فيها تآمر رافق الانتفاضة الثورية الشعبية تآمر انتفاضة ثورية شعبية رفقها تآمر رفقها في نفس التوقيت تآمر وده اللي شفناه في الضغوط التي بزلت على مبارك لكي يترحى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الرئيس أوباما عمليات التمويل الأجنب السري الواسعة النطاق في هذا التوقيت الدعم اللا محدود الذي منحته الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الإكوان المسلمين لكي تقفز إلى السلطة سكتها على ما اقترفته من آثام وجرائم كان من بينها اقتحام السجون والسماح لميليشيات حركة حماس أنها تشارك في اقتحام السجون وفرار أكتر من 23 سجين نشر الزعرة وحالة من حالات الرعب والترويع حوالي 23 ألف سجين جنائي بالمناسبة غير مساجين السياسية وكانوا ينتموا لجماعات تكفيرية في الأساس ومنهم كان ينتمي لحركة حماس ومنهم من كان ينتمي لجماعة الجهاد وأيضا لحزبها الله أما 30 يونيو فكانت انتفاضة شعبية كبيرة وواسعة تفوق بكثير حجم الانتفاضة الشعبية التي حدثت في 25 يناير محاولة لاسترداد الدولة المصرية التي وقعت رهينة وأسيرة في يد جماعة متآمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقا